وليل الأول؟ أنت بدأت إزاي؟ إزاي وصلت لحد الهلال؟ طبعاً حاجة كبيرة جداً أنه وصل للهلال طبعاً أول ما بدأت الكورة بدأت أنا أصلاً بلعب ألعب كورة من هو أنا عندي 7 سنين بدأت سن 13 سنة لعبت ألعب كورة من 7 سنين لـ 13 سنة لعبت كورة في سنة 13 ابتديت هنا مستغربة إزاي بنت بتلعب كورة أصلاً وكي طبعاً كابتن محمد عيد هو اللي اكتشافني 13 سنة دي من 9 سنة بالزبط كده بدأت كورة بدأت كورة في نادي الصحة والعبور بعد كده انتقلت لمنتخب مصر تحت 17 سنة لابسات تصفيات كاس عالم من ساعتها انتقلت لنادي الطيران ومن نادي الطيران رحت لمنتخب أول بالمنتخب الأول انتقلت للهلال السعودي برغم أن أنا جالي عروض كتير قابليها بس حبيت أن أبتدي خطوة الاحتراف من باب الكبير اللي هو طبعاً نادي الهلال فساعتها كان جالي نادي في المغرب وجالي نادي في رومانيا، تركيا جالي كذا حاجة بس صراحة فضلت اللي أنا أبتدي بخطوة على أقل أول خطوة ليا نادي الهلال بالزبط كذا جالك نادي الهلال إزاي وإمتى وأنا عايزة أعرف كم أنت بتلعب في المركز إيه أنا مركزي بلعب أكثر من المركز بلعب بسردباك بكرايت نص ملعب الهلال جالي في فترة انتقال حر يعني جالي كنت خلاص مسافرة للمغرب فوكيلي كريم أحمد طبعاً لما جالي العرض ده والعرض ده العقدين جم في نفس الوقت فطبعاً فضلت الهلال زي ما قلت لك إن أنا كنت عايزة أبتدي الخطوة الاحتراف من باب الكبير ممتاز فبس عشان كده اخترت طبعاً الهلال هنرجع نتكلم على الهلال طيب